أربعة من الضيوف الكبار حيكونوا موجودين معايا كابتن محمد حشيش، كابتن أستاذ عصام شالتوت، أيضاً أستاذ أيمان جلبرتو، أستاذ صابري سراج هنتكلم عن المنتخب وعن تعادل المنتخب أمام موزنبيق بني وبينكو هو تعادل مخيب للأمال زي ما قلت لحضراتكم من بارح ولكن خلوني أؤكد على شيء وشيء مهم جداً إن هو ده وقت الدعم تختلف أو تتفق مع فيتوريا والمدير الفني لمنتخبنا الوطني ولكن تبقى مصلحة مصر، مصلحة المنتخب هي الأساس أنا عارف إن الناس كتير زعلانة من أداء اللاعبين ومن كل أو معظم اللاعبين يعني مستثناء الشناوي ومصطفى محمد كل الناس زعلانة من كل اللاعبين اللي بقين ومن حق الناس تنتقد وتتكلم عن السلبيات وإحنا هنا مبارح في هذا البرنامج تتكلمنا عن السلبيات سوا مع كابتن مختار، مع كابتن رضا، مع أحمد سابت، مع كريم سعيد كلنا تتكلمنا عن السلبيات أنا كمان اتكلمت عن السلبيات الخاصة بمبارات مبارح ولكن لازم نقفل هذا الملف لازم كلنا ندعم المنتخب ونبدأ مرحلة التركيز اللي جاي انتقد وقول إن أنت عندك مشاكل أو منتخبنا عنده مشاكل في الناحية الفلانية أو كذا، أو من نواحي الفنية زي ما أنت عايز، ولكن بلاش انتقادات لازعة لأنه مش وقتها دلوقتي، المشوار لسه طويل، عندنا مباراة من الخميس القادم، فرصة التأهل ما تزال قائمة يمكن نفوز الراسل أخدر مبارح على غانا بهدفين مقابل هدف قلب الأمور مني وبنحضراتكم؟ آه، قلب الأمور رأسا على عقد المنتخب الراسل أخدر كففردي اعتلى صدارة هذه المجموعة مجموعة فيها مصر ومنتخب مصر ومنتخب غانا ومنتخب موزنبيق تخيل مصر وغانا وراسل أخدر تبقى أول المجموعة بعد المباراة الأولى بعد المباراة الأولى، عندنا مباراة يوم الخميس، في غاية القوة والصعوبة على الجانب الآخر، منتخب موزنبيق سيواجه الرأسل الأخدر في مباراة صعبة برضه كلنا متوقعين أن الجهاز الفني للمنتخب هيعمل بعض التعديلات إذا كنت بتتكلم عن تعديلات، فخلينا أتكلم معاكم بشكل مباشر تعديلات الرئيسية اللي هتحدث هتحدث في خط الدفاع وفي خط الوسط يعني بدون أدنى كلام مع أي حد اللي هيحصل أنه هيغير واحد قد يبقوا اتنين في خط الدفاع واحد أو اتنين كمان في خط الوسط يعني ممكن من ثلاثة لأربع تغييرات في الفرقة وده مفوش أي مشكلة لأنه هو نفسه إيه لهذا والكلام؟ فيتوريا لما جي تكلم قالك أنا بعد كده اتداء من المباراة القادمة اللعب الأجهز بدنيا هو اللي هلعبه طب أنت ما كنتش بتلعب لعب الأجهز بدنيا ليه؟ في المباراة الأولى أنا بصراحة برضو طبيعت خلال الساعات اللي فاتت انتقادات لازعة للعبين وانتقادات قوية جدا لمحمد صلاح والتهامات غريبة جدا بالتخازل لهذا النجم الكبير اللي هو أصلا بالمناسبة محمد صلاح عشان بلده وعشان نفسه نفسه يتوك أكتر واحد نفسه يتوك بهذا اللقب ويعمل تاريخ وإنجاز كبير جدا جدا محدش هيوصله يضعف لتاريخ محمد صلاح يبقى ازاي صلاح هيتخزل يا جماعة؟ الكلام ده ما يصحش الكلام ده أنا بشوفه كلام إذا كنت عايز تسخر محمد صلاح فده من حقك عايز تسخر بقية اللاعبين من حقك ولكن أن هي تصل لمرحلة أن أنت تقول أو بعض بعض من جمهور يقول أن هناك تخازل من لعب المتخف حيتخزله ليه يا جماعة؟ كل الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها تقف خلف منتخبنا الوطن هذا المنتخب الذي يحتاج إلى الدعم والمساندة ليه نبرة الحزن والتشاؤم؟ آه بننتقد وبنقول أن ده غلط وده غلط وده غلط وكان يجب أن يحصل كذا وأن ده يلعب وده ما يلعبش ولكن في النهاية كلنا وراء منتخبنا والله العظيم تلاتة إحنا عندنا منتخب قوي جدا عندنا لعيبة يا جماعة احنا عندنا محمد صلاح ده واحد من أفضل ثلاثة أو أربع لعيبة في العالم في العالم مش في مصر ولا في أفريقيا المباراة اللي فاتت آه ممكن يكون لسه ماخدش على الأجواء والكلام ده بالمناسبة قاله أليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغان بعد ما كسب ثلاثة صفر النهاردة ولا ثلاثة واحد